ما هي قمة المعاناة؟ ذروة العذاب ذروة الألم المؤلم اليوم سنصل إلى 11 على مقياس الألم وربما نصل إلى 12 تمسكوا بقبعاتكم وأتمنى أن لا يحدث لكم أي من هذه الأشياء على الإطلاق في المركز العاشر سنبدأ بلعنة خلد الماء هذا الكائن اللطيف الذي قد يكون واحدا من أكثر الكائنات المرعبة في أستراليا جسمه يحتوي على سموم قوية وتجربة لدغته تترك أثرا عميقا إذا كنت ضحية لهجومه فرغم بقائك على قيد الحياة ستعيش تجربة لا تنسى يمكن أن يؤدي تسمم إلى ألم حاد أو شلل مؤقت وحتى إمكانية فقدان الوعي قد يستمر الألم لفترة طويلة هذا الكائن يجعل الألم نوعا من الألم الذي قد يتفوق حتى على إصابات الحروب لا تقم بالتجربة بناء على مظهره الضريف فقد تندم على ذلك لفترة طويلة في المركز التاسع عند اكتشاف مشكلة في إحدى أسنانك فقد تعاني واحدا من أصعب الألم وقد سجلت حالة مروعة في القرن التاسع عشر حيث كان الأشخاص يتعرضون للألم الشديد ويحاولون التخفيف منه بطرق مدائية مثل غمر رؤوسهم في الماء البارد قصص مثيرة تشير إلى حالات أسنان متفجرة حيث يمكن أن يصل الانفجار إلى درجة أنه يشبه صوت إطلاق النار الألم الذي تسببت فيه مشاكل الأسنان قد وصف بأنه يفوق حتى ألم الولادة وكان الأشخاص يجدون أي وسيلة ممكنة لتخفيف الألم في المركز الثامن حصوات الكلا تشير الإحصائيات إلى أن أحد عشر بالمئة من الرجال يعانون من حصوات الكلا مقارنة بستة بالمئة من النساء يذكر حالة رجل في الهند الذي كان يعاني من مئتين وستة حصات داخل كليته مما أدى إلى عذاب شديد الألم ناتج عن حصوات الكلا وصفه بعض الأشخاص كالشعور بسكين ساخن يتوهج في الأحشاء في المركز السابع دبور سقر الارتلاء ليس اسما مألوفا بين الحشرات ولكن عندما يعرف بلسعته يكتسب سمعة الرجل العصابات حيث يتحدى الباحثون عن ألم لا يطاق يستمر لخمس دقائق تقريبا بعد اللدغة حيث يصفونه بأنه الأسوأ لدأي حشرة اللدغة يفاد أن الألم يفوق حتى الولادة وألم الأسنان الغريب في الأمر أن هذا الألم الشديد يستمر فقط لمدة قصيرة ويشبه أحد الباحثين هذا الشعور بأن الشخص يجري وهو يحترق يثير الفضول حول تأثير لدغة متعددة حيث كانت تجربة علمية قام بها أحد العلماء تستلزم تلقي عدة لدغات متتالية وانتهت بفقدان الشخص الوعي وحدوث تأثيرات مكثفة في المركز السادس في متاهة الظلام الداخلي ينسج سرطان خيوطه الخفية الإحصائية تكشف عن وحش السرطان ومدى تأثيره الهائل حيث يشكل القاتل في العالم ولكن الأسوأ على الإطلاق هو سرطان العظام تظهر صورة مأساوية لمرضى يعانون من نوبات متكررة من الألم يصفونها بأنها كالطعن بسكين متوهج يتراقص في جسدهم هؤلاء الأبطال يواجهون التحديات اليومية بقوة مستلهمين من روحهم القوية وإرادتهم الصلبة يبقون يصارعون الوحش بشجاعة شفاهم الله وعفاهم في المركز الخامس اتخذنا جميعا ألقابا غريبة للحيوانات لكن هل جربت يوما أن تعبر عن معاناة الصداع الشوكية؟ اتخاذ قرار بالغياب عن حدث لأنك مصاب بصداع في العمود الفقرية يبدو كأن شخصا ما يحاول تقسيم رأسك الألم يصاحبه الطرابة بصرية وشعور بالغثيان يمكن أن يستمر لساعاته ينتقل من داخل الرأس إلى الوجه ليس الصداع نفسه شائعا لكنه يظهر بعد بزل الشوكي أو التخدير النخاعي حتى أن بعض النساء الحوامل يمروا نباه المخاطر ليست قليلة فقد يستمر لأسابيع يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في المركز الرابع عندما ندخل عالم الألم يظهر التواء الخصية كمصطلح مخيف لحالة لا يحب التحدث عنها يبدو أنها تؤثر في الشبان بشكل رئيسي وتأتي بألم شديد وتورم في كيس صفا إن العراض تشبه أحيانا الألم الناتج عن ركلة في الخصيتين لكنها تكون أكثر حدة وثباتا الشخص الذي يعاني من التواء الخصية يجب أن يلتزم بالبحث عن العلاج بسرعة حيث يمكن أن يؤدي التقدير إلى نخر الأنسجة ووفاة الخصية وعلى رغم من أنه قد يكون ناتجا عن صدمة فإنه في الكثير من الحالات يحدث تلقائيا في المركز الثالث القناة الهضمية تعتبر المنطقة الأكثر إلاما للرجل والجواب عن هذا الألم يأتي من فيلم كلاب الخزان لكوينتين تارنتينو حيث يظهر ألم لا يصدق يعانيه شخص أصيب برصاصة في بطنه الممثل تامروث يجعل هذه الإصابة تظهر كأحد أسوأ الأشياء التي يمكن للإنسان تحملها والصدمة والألم الذي يمكن أن يلحق الضرر بالركبة يعدان من بين أسوأ التجارب التي قد يمر بها الإنسان حيث يمكن أن يكون الألم مستمرا ومروعا الوصف الواقعي لآثار هجمات الهجمات العقبية في أرلندا يبرز الألم الذي يمكن أن يسبب إصابة الركبة بشكل مروع يظهر الوصف الوقعي للألم الناتج عن إصابة الركبة أن الصراخ والصدمة يمكن أن يكون رد فعل طبيعي ويعزى الألم إلى الصدمة المباشرة على الشريان الرئيسية مما يجعل الشخص يعيش تجربة شديدة الألم في المركز الثاني كل ما تحدثنا عنه اليوم كان سيئا للغاية إلى درجة يمكن أن تتمنى فيها فقدان الوعي يبدو أن الألم يقود البعض إلى حافة الياس خاصة عندما يكون الألم مزمنا يعرض صداع العنقودي الذي يصفه البعض بأفضع الأشياء معاناة لا تطاق ويمكن أن تستمر لفترات طويلة في المركز الأول والأخير الألم النابع من العصب ثلاثي التوأم يقتحم رؤوس الأفراد كسكين يحدث ذلك مئة مرة في اليوم متسببا في شعور بأن شخصا يحاول اقتلاع العين ورغم وجود أدوية إلا أنه لا يمكن تحمل هذا الألم حيث لا يستطيع الناس عن وصفه بسبب فضاعته إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو